نتحدث أكثر عن هذا الموضوع عبر الأقمار الصناعية من بغداد ينضم إلينا مدير المركز الجمهوري للبحث الأمنية والاستراتيجية دكتور معتز محيي دكتور معتز مساء الخير إذن العد التنازلي في الحويجة ماذا يمكن أن نعرف عن النقاط التي استعيدت يعني نعلم كأسماء أهمية هذه النقاط استراتيجياً للقوات العراقية طبعاً تعتبر الحويجة والضفل اليمنى من الشرقات من النقاط الاستراتيجية التي وضعت ثقلها القيادة العسكرية في توجيه ضربات لمراكز تجمع الدواعش وأسلحته وكذلك عتاده الذي كان يختبي الدواعش في داخل الجوامع وداخل كذلك المناطق الزراعية الواسعة التي حفروا الأنفاق في خلال هذه الفترة القادمة انتظاراً للمعركة الفاصلة العدو بصورة عامة مهزوز وكذلك لا يستطيع المجابهة القوات العراقية التي طوقت كافة المناطق لحد الآن وهذا دليل كبير جداً على انهياره السريع في أي معركة فاصلة قادمة في داخل الحويجة طيب بداخل الحويجة يعني نفس النقطة اللي بدأت فيها أنا دكتور معتاز بالنقاط التي استعيدت إلى أي درجة هي مهمة وبالتالي ما الذي تقوله لنا فيما يتعلق بالمراحل المقبلة يعني كانت عملية تمشيط بالبداية هناك قرى متثرقة وواسعة تم سيطرة عليه من قبل شلطة الاتحادية والحجي الشعب الإسلامي ثم بدأت عمليات السنزاف يعني مدى قوة وتواجد مسلحي داعش خارج إطال القرى كما تعرفين قرى العراقية متناثرة يعني البيوتات تبعد بيت عن بيت حوالي مئات الأمتار وليس هي تجمع من السكان ولهذا نجد صعوبة في الوقت الحاضر للقوات العراقية بتمشيط أو الاحتلال هذه الأراضي التي اختصبت بالقوة ولهذا سوف تكون المعركة القادمة في ضواحي الأسواق وكذلك ضواحي الأحيائش المدنية التي هي في جزء من مقر القضاء أعتقد القوات العراقية متمكنة في الوقت الحاضر في السيطرة والامتداد على هذه المناطق المتاخمة لمطقة الحويجة ومن ثم التسريع من قبل قوات التحالف والقوة الجوية بضربات ماحقة على تجمعاتهم خوف من الفرارهم مرة ثانية إلى مناطق ديالة ومناطق تقريد القريبة جدا من هذه القضاء المهمة موضوع بأنه ستكون نقطة مقبلة بالأسواق بأسواق مدنية لمدنيين لأي درجة هذا سيكون من العوامل التي ستعرق للقوات العراقية وفي المقابل ما العوامل التي تعد لصالح القوات العراقية في المرحلة المقبلة يعني قوات العسكرية أخذت في الحسبان موضوع تواجد المواطنين نشرت ملايين ووزعت ملايين المشورات عن طريق الطائرات في هذه المشورات كانت هناك تنبيهات وتوجيهات لخروج المواطنين مناطق آمنة قبل الشروع بالعملية وكذلك انشئت إذاعة خاصة للقضاء وجهت بها المواطنين إلى مناطق آمنة للخروج قبل بدء العمليات إذن دليل كبير جدا أن القوات العراقية قد فهمت هذا الموضوع من خلال تجارب سابقة وأثمرت نجاحها في تلعفر وكذلك في بعض المناطق من الموصل العامل الإنساني مهم جدا في هذه المعارك كما تعرفين يا سيدتي يجب أن نأخذ في الحسبان قوة تواجد المسلحين مع عمل استخبار يومي وتجييد العملية المعلومات الاستخبارية على ضوء ما تتمكن قواته من إصابة الاهداف ثم النظر على تواجد المواطنين وخروجهم بآمن إلى مناطق قريبة من ديالة وقريبة من تكريد ولنسى كذلك هناك مئات العوال قد ذهبت إلى كاركوك بذل فترة واستقرت هناك وهذا هو دليل جدا على حماية المواطنين قبل الدخول في معارك واشتباق قريب مع مسلحي داعش شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من بغداد مودي المركز الجمهوري لبحث الأمنية والاستراتيجية دكتور معتاز محي شكرا دكتور معتاز